هل قراءة القرآن بدون فهم يعتبر هجر للكرآن؟ لا بس لا يعتبر التدبر الكامل يعني الأولى والأفضل أن نقرأ القرآن وأن نتدبر فلا يتدبرون القرآن كما قال تعالى والأصل الإنسان يعني يتدبر وكان دا دايدا الصحابة يقرؤون الآية ثم يحفظونا ثم يعملون بها ثم ينتقلون للتي بعدها وإذا ظل عمر بن الخطاب كما ذكر ابن عبدالبر في الاستعاب في معرفة الأصحاب قال إن عمر بن الخطاب حفظ صورة البقرة في ثمان سنوات ثم ذبح جزورا يعني جمل صغير أو جمل فرحا بأنهى صورة البقرة تمام أعلم أنه ليه ثمان سنين مواصلين عمر يدر حفظها في ثمان أسابيع ثمانتو شهر مساء بالكتير لكن تمثل إنه ليه يعمل بالآية التي يحفظ يقرأ ويحفظ ويحفظ ويطبق تمام أعانى الله الجميع يعني الله مرزقنا التطبيق يا رب طيب